السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله نبدأ اليوم في الفصل الرابع وبتحدث عن العاقة البصرية العاقة البصرية اذا ما احنا عارفين احنا تعرف الاول على ازاي بتتم عملية الابصار طبعا كلنا نسمع كلمة ابصار تجي في في تفكيرنا العين العين بتكون باستقبال الاشاعة الصادرة عن الاكسان وبتنقل الصورة على شكل رمضات كهربائية الى الدماغ عن طريق برضو العصب ايه البصر اللي بعد كده يقوم المخ بتفسير هيفصر يقولك انت شايف دي الوقت قدامك بيت شايف قدامك لاتا دي سيارة شايف قدامك مكتب تاكمبيوتر تلابطوب هو اللي بيفصر وبيحل المخ طيب المخ عن طريق حصة البصر بيكون حاجة اسمها الصورة الزهنية عندنا في مخنا زي الكمبيوتر كده في ملفات ملف خاص مثلا بالفواكه ملف خاص بحياتنا الاثرية وهكذا الملفات دي مخزونة في الزهكرة وي بنستدعيها عند ايه الحاجة ودي طبع من اهم مقومات عملية التعلم موسيقى